استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر رئيس إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وأكد محمد شاكر أن قطع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية والتي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركزة الأساسية للتنمية في شتى مجالة الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومية